انت معي تفضل انت انت تتكلم ولا اللي جاء لسمك يعلمك ايه اسمعك ايش اتفضل من السعودية تفضل ايه مشوف اشي يحتجون على اهل السنة بحديث حاول لك الحديث شوي انت يمك يمك شخص جاي لقنك ليش ليش اني اسئلك ليش محد الطمنية لا اقول يمك شخص يساعدك لا محد جميل مو مشكلة انا سمعت ايه ايو 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 حديث لا يزال الدين عزيزا حتى اثنى عشر خليل نشوفكم تحتجون عليه يعني عند اهل السنة ان المقصود في هذا الحديث لان مهل اثنى عشر لكن الدين ما كان عزيز في وقته كان نستخدم منطقية يعني خافو من دورة الاموية لا زال الدين عزيزا ما وليه شنو حتى اثنى عشره خليل حديث موجود في كتب السنة ما وليه لا الحديث كذا لا يزال الدين ايو ما شنو عزيزا ما شنو ما يزال الدين عزيزا ما وليه اثنى عشر خليفة صح صح اتمن عندك اللي ولد الدين ابو بكر وعمر وعثمان وعائشة واللي علي والحسن والحسين وابنائهم والمعصومين البيت هما اعلى مقام لكن سؤال واضح انا ما جايس ايلك عالمقام انت ليش تجاوبني بعيد عن المقامات انا ما سألك عن المقامات ما سألك اعيد السؤال للمرة الثانية للبركة وهذا ترتبك مو جزين عليك يصير عندك مشكلة بالبلعوم جيد لا ترتبك جاو من الذي ولي الدين عندك ابو بكر وعثمان ام علي والحسن والحسين ولي الدين عند دهر السنة عند دهر السنة وطلفاء الرشيد انت تفتهم عربي ولا عندك مشكلة بالعربي لا والله افهم تفتهم يعني لغتك مو افغانية ولا شيشانية لا تفتهم عربي من ولي الدين عندك بعد النبي ابو بكر ولا علي ابو بكر خلص اذا انت ودينك واسلامك وربك مذلولين وانا وديني واسلامي وربي في عز لماذا لان الذي ولي امر الدين من بعد النبي علي فانا وديني واسلامي وربي في عز اما انت فلم يلي امر الدين من بعد النبي علي الذي به يعز الاسلام وليه ابو بكر فاسلامك ودينك وربك في ذل فهذه الرواية تنطبق علينا احنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة